في سياق الاطلاع الميداني على ظروف سير العمل في الإدارات والمصالح الجهوية تندرج زيارة والي أدرار للمنسقية الجهوية لبرنامج ترقية وتنمية الواحات حيث تفقد الوالي صحبة الوفد المرافق له مختلف أقسام هذه المنسقية وتلقى عروضاً وشروحاً حول الأدوار التنموية التي تؤديها من خلال البرامج المنثلة على مستوى الولاية في إطار تطوير وتنمية الواحات والزراعة الواحاتية نحن اليوم هنا في زيارة ميدانية لمنسقية مشروع الواحات على مستوى الادرار نباقي نطالع إلى المقاربة التي ينموا بها الولاية وعلى النشاطات التي قموا بها وعلى الهداف التي يطمحوا منهم يوصلوا وكيفاش نظموا ذلك العمل إذن أطمئنينا الحمد لله على أنهم يحقوا الهداف التي معدلوا منها وخلالها الجسد وحقياتنا معنى التنمية المندمجة المندمجة اللي أهمها من خلال تخصص الولاية يعدلوا التنمية الولاية التي تعرف اقتصادها تركز على النخيل الواحات وهم عندهم اللي يشتقلوا له ضرك وفاتوا حق من نصب كبيرة وعلى تعود الولاية كاملة وواحات ما هو اللاية لودية ولا ما كان معروفة تقديد النخل وإنما كافة المساحات اللي قد ينجبر فيه المعادة موجودة من التقنيات اللي يجعلها واحات والناس فطلا تذاكم تنافسه فيه هم اللي يدعوهم في هذا المجال طالعا على أنهم التنويم وقابل كافة الجوانب الرأي والاستصلاح والحماية والتأطير التقني والتسويق الزيارة مكنت والي ادرير من الاطلاع كذلك على سير انجاز البرامج التنموية المتوخات من عمل المنسقية والهدفة إلى زيادة واستصلاح المساحات الواحاتية وتسهيل الولوج إلى الموارد المائية وترشدها وزيادة وتنويع زراعة تحت النخيل بالإضافة إلى العمل على عصرنة تدريجية لإنتاج قطاع الواحات عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة اطار